من الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الأخ العزيز الذي يستعمل نفسه رضا رضا ولا نعرف بقية اسمه يعني يقول أحمد الكاتب يريد إبعادنا عن حقيقة الإمام القرآنية والتي هي منصب إلهي يجعله الله لخليفته في الأرض وأقرأ لكم الآن رسالته وثم ترون رأي فيه يقول طبعا أستاذنا الكريم وكعادتك تحاول إيهام الناس أن الإمام بمفهوم القرآن هو القائد السياسي وأنت تعلم جيدا أن العامة وخاصة أهل السنة وخاصة أهل السنة لا يفقهون الإمام العامة القرآنية وأن الإمامة أعم من القيادة السياسية فالخليفة أبو بكر حاكم وقائد سياسي وكذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قادة حكم لكن لا ينطبق عليهم مفهوم الإمامة التي ورد أو الذي ورد في القرآن الكريم والتي يخلط بين التي والذي آسف يعني جدا والتي جعلت أو الإمامة التي جعلت لسيدنا إبراهيم عليه السلام والتي طلبها من الله لذريته وجعلها الله كلمة باقية يعني في عقبه أخوتي الكرام المتابعين للأستاذ أحمد الكاتب والذين أبهرتهم أفكاره المغلوطة الأستاذ يعلم جيدا أن الإمامة ليست هي القيادة السياسية بل الإمامة التي يشترط فيها الأسمى والاستمرارية والنص والعلم الخاص وكذا كذا وهذه الشروط لا علاقة لها بالحاكم ولا بأحد أو ولا أحد لا من الشيعة ولا من السنة قال بهذا فالحاكم الذي يختاره الناس عن الأقل يشترط فيه العلم والعدالة المفارقة هي من يعتقد بوجود إمام معصوم معلوم بنص معروف عنه معروف عنه ألمه الخاص كالإمام علي عليه السلام هنا العقل والعقلاء لا يجب يعني يقولون لا يجب تقديم غيره عليه للحكم السياسي كما أنه المرجع الديني الذي يحتاجه الناس لألمه الخاص والناس إن لم تقبله حاكما عليهم وتبايع غيره فهذا لا يعني أنه ليس بإمام بالمفهوم القرآني بل هو إمام وإلا يحكم سياسيا وإمامتها لها مهام أعظم من القيادة كما كان رسول الله في مكة إماما ولم يحكم بعد وكذلك سيدنا إبراهيم جعله الله إماما للناس ولم يثبت أنه عليه وعلى نبينا السلام أنه أقام دولة يجب أن نفهم الإمام بهذا الشكل والأستاذ يريد إبعادنا عن حقيقة الإمامة القرآنية والتي هي منصب إلهي جعله الله لخليفته في الأرض وهذا الجعل مستمر إلى يوم القيامة لنسأله الأستاذ أحمد الكاتب للمرة العاشرة هل إمامة سيدنا إبراهيم هي خرافة؟ أنا أعتدر طبعا أن شوية التعابير قد لا تكون دقيقة أنا قرأته كما هي في الحقيقة هذا جدل عقيم مؤسف حقيقة وهذا الجدل العقيم يفرق الأمة الإسلامية اليوم يفرقها إلى مثلا شيعة وسنة وعلى شيء وهمي وأنا تحدثت عن موضوع الإمامة بالتفصيل في هذا الكتاب لماذا تفرق المسلمون الحقيقة والوهم في الخلاف الطائفي كانت هناك حقائق قبل ألف سنة وأكثر فرقت الأمة إلى أحزاب ونظريات دستورية كانت في تلك الأيام وثم تلك النظريات كلها ذهبت في الحقيقة ولم يبقى منها شيء إلا الجدل حولها الآن يعني في الحقيقة لا يوجد تشيع لأهل البيت لأن أهل البيت أنفسهم غير موجودين وإنما بعض الناس يحملون نظريات في أذهانهم وليس في الواقع الخارجي يمكن بعض المسائل الفقهية منسوبة الإمام جعفر الصادق هذه يمكن أي فقهة وفقهة آخر يعني يجتهد فيها أو يؤيدها أو يختلف معاها ليست مهمة المهمة الأساسية يعني الموضوع المهم الأساسي الذي كان يفرق بين المسلمين قبل أكثر من ألف عام كان حول السياسة وحول هؤلاء الأمة الأثنى عشر مثلا الذين قال الإمامية بإمامتهم الإلهية كما يبدو من حديث الأخ أيضا أنه لإمام كان عندهم ألم خاص وهم معصومون ومعينون من قبل الله وهذه النظرية المعروفة وقد بحثتها أيضا بالتفصيل في كتابي الآخر التشيع الديني والتشيع السياسي أو التشيع السياسي والتشيع الديني الأخ يحاول أن يعني يركب نظرية معينة استخلصها من تأويل تعسفي للقرآن الكريم من الآية التي تقول لإبراهيم الله يقول لإبراهيم أني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين هذه الآية لا تتحدث عن الإمامة السياسية تتحدث عن النبوة التي نفس الإمامة كما هو يقول النبي محمد كان إمام في مكة ولم يكن إماما سياسيا فهي تتحدث عن ليس مرتبة أخرى فوق النبوة إنما بمعنى القدوة أنه أنت ستكون قدوة للأجيال القادمة ولا يوجد شيء فوق النبوة النبوة هو الاتصال بالله تعالى ونزول الوحي على الأنبياء أما الإمامة فيها مفاهيم عديدة فيها مفهوم إمامة الجماعة إمامة العلم إمامة القوم مثلا وأيضا الإمامة السياسية والإمامة بمعنى القدوة وحتى الكتاب يمكن يصبح إماما ورحمة للناس أي كتاب مثلا فالأخ يستخلص أو الإماميون يعني هو الأخ يكرر ما جادل فيه وحوله الإماميون منذ ألف عام أن الإمامة بمعنى فالشيء آخر طيب ثبتنا الإمامة لإبراهيم طيب كيف أنت اتمدها إلى ما بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله الذي هو خاتم النبيين ما في دليل على ذلك مجرد أن الله سبحانه وتعالى قال قال ومن ذرية قال لا ينال عهد الظالمين لم يقل له أن الإمامة ستستمر في ذريتك قال لا ينال عهد الظالمين والله بعث أنبياء بعد إبراهيم عشرات الأنبياء وانتهت النبوة بالنبي محمد الآن هل نحن نحتاج إلى نبي أو فوق النبي أو تحت النبي شيء آخر يعني إمام بعد النبي بعد النبي محمد عنده ألم خاص من الله يعني عنده وحي إذا قلنا عنده ألم خاص من الله ألم لدني يعني لازم يزل عليها الملائكة كما قال بعض المنحرفين من الشيعة أو الغلات قالوا بأن الأئمة آلهة آلهة ذاك الخطابية قالوا ذلك وقالوا الأئمة أنبياء والأئمة لعنوهم لم يصادق لعنها هؤلاء الذين قالوا بأن الأئمة أنبياء لأنهم كانوا يقولون أن الملائكة تنزل على الأئمة والأئمة أدهم ألم خاص النظريات الخرافية ظهرت في التاريخ وتبرأ منها أهل البيت طيب ماذا نحتاج بعد النبي محمد نحتاج إلى حكومات وحكام يطبقون الدين يطبقون العدل ويكافحون الظلم والجور هل أشار القرآن الكريم إلى وجود نظام سياسي بعد النبي محمد هل تحدث عن دستور الحكم هل تحدث القرآن أو نبي محمد أيضا عن عائلة معينة هي تحكم مثلا وهي تقود الأمة إماميا على ضوء كلام الأخ هذا الرضا يعني هي تكون يعني منزلة أخرى غير السياسة أنت مرتبة أخرى طيب نحن عندما نقرأ التاريخ الشيعي التاريخ الإمام من أهل البيت لا نجد أن الإمام علي أو الإمام الحسن أو الحسين كانوا يدعون هذا المنصب الإمام الإلهية بالعكس يعني إذا كان الإمام الأمة أو الحسن مثلا قدوة وهو إمام بمعنى الإمام الروحي وهو بايع معاوية وطلب من كل الشيعاء أن يبايعون معاوية فهل فعله هذا بوحي من الله تعالى أم باجتهاد خاص منه سيكون ممكن صحيح ممكن خطأ ولكن هذا اجتهاد سياسي في تلك الأيام طيب بعد ذلك الأئمة الذين ادعوا أو الشيعة الإمامية الذين ادعوا الإمامة الإلهية للأئمة ابتداء من الإمام الباكر والصادق وبقية الأئمة هل جاءوا بدليل من القرآن أو من أحاديث الرسول أو بنص من الأئمة السابقين أم هم يعترفون بأنه السلسلة انقطعت الإمام الحسين لم يوصي لعلي بن حسين ولا يوجد أي نص ولا أي وصية على زين العابدين علي بن حسين ولا على أبنائه التالين الآخرين يعني فالإمامة لا توجد عليها نصوص ولا وصايا انقطعت هذه السلسلة وكل ما يوجد مجموعة أساطير مجموعة معاجز يقال لها معاجز مختلفة على كل إمام كان يؤلفون معاجز حتى يثبتون أن هذا عنده منطلة خاصة وعنده إمامة من الله طيب هؤلاء عمي 12 أو 11 انتهوا وراحوا الإمام الحسين العسكري في منتصف القرن الثالث الإجري توفى وما كان عنده ولد وافترض بعض الشيعة ولد له وقالوا أنه غائب طيب الآن ألف سنة الشيعة ليس لديهم لا إمام سياسي ولا إمام سياسي معهم من الله يعني ولا إمام ديني لذلك لجأوا إلى الاجتهاد ولجأوا إلى نظرية الشورى النقيضة لهم ولجأوا إلى نظرية ولاية الفقه والديمقراطية الآن يقيمون أنظمة الديمقراطية تقوم على اختيار الشعوب لها هذه أنظمة ناجحة ولا فاشلة ذلك بحث آخر ولكنها دستوريا أنظمة ديمقراطية ف عندما واحد يجي يعني يتخيل أن الأئمة لهم دور أكثر من الدور السياسي أكثر من القيادة السياسية وهم وهم كانوا معصومين وعليهم نص وعليهم ألم خاص كل هذا أشياء كل هذه أمور لم تثبت ولا يستطيع أحد إثباتها وأنا بحثتها بدقة نقطة نقطة وروايا روايا إمام إمام في كتابي التشييع السياسي والتشييع الديني ولا لم أجد ذلك وأيضا بحث ذلك طبعا في كتابي الأخير الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي يعني الاثنى عشري أنه ألفوا روايات ونسبوها للنبي لأم الاثنائش وهؤلاء وانتهى وهذا مذهب غير عملي لا سياسي ولا ديني لأنه يألف نظرية معينة في الهواء في المتاحف التأريخ وهذه نظرية غير قاملة للتطبيق فيقول الأخ يعني الأخ العزيز أحمد الكاتب يريد إبعادنا عن حقيقة الإمامة القرآنية لا توجد إمامة قرآنية بهذا المعنى يا أخ العزيز أنت حاول أن تتعمق وتدرس تاريخ الشيعة وتدرس الأحاديث حديثا حديثا وإماما إماما ونظرية نظرية حتى تعرف إمام سيدنا إبراهيم حقيقة كانت ولكن لم تكن سياسية باعترافك النبي إبراهيم لم يقم دولة فأحنا الآن لسنا بحاجة إلى واحد يكون واسطة بيننا وين الله خلص الله جاء بأنبياء وقال هذا النبي محمد هو خاتم النبيين بعد ما نحتاج واحد آخر إضافة إلى ذلك واحد عنده منصب إلهي الإمامة القرآنية كما يقول هي منصب إلهي كيف منصب إلهي ولا يوجد نص صريح واضح في القرآن عليه ولا حديث النبوي متواتر وصحيح على ذلك وأين هي يعني بالتالي أنت لو تجيب مليون دليل على نظريتك هذه عندما تنظر إلى الواقع حواليك لا تجد هذه النظرية ولا هؤلاء الأئمة لا يوجد خليفة لله في الأرض اليوم وهذا جعل مستمر إلى يوم القيامة يقول كيف يعني أنت تفترض افتراضات يعني تريد أن تثبت شيئا لم يحدث ولا يوجد تريد أن تقول مثلا الإمام المهدي هو الآن مستمر وموجود وهو لم يولد أساسا ولا دليل على ولادته بالعكس كل الأدلة التاريخية وتثبت عدم ولادته يعني هذا الكلام العقيم في الحقيقة لأنه لا ينتج شيئا ولا يدلنا على إمام في الخارج ولا على نظرية يمكن أن نلتزم بها وإنما يجعلنا مجدودين إلى نظريات تاريخية لا تفيدنا إلا العنف والسلبية والاعتداء للآخرين أنه هؤلاء كانوا الأئمة والآخرون اغتصبوا الخلافة منهم وأصبحوا وكذا وبالتالي نبدأ بانتخاذ مواقف سلبية من الخلفاء الراشدين الأوائل علينا أن نعود إلى عقلنا على العقل شوية نفكر بعقل ونفكر بواقعنا لا نجي نصرف وقتنا في الجدل حول إثبات بين قوسين نظريات وهمية خرافية مثالية غير موجودة على أرض الواقع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر